السلام عليكم إن شاء الله خلو تكونوا بخير ومرحبا بكم مجدداً متابعين الكرام في قناة ايقر اكتي دي زد لأهم أخبار الجزير اليوم اليوم متابعين لدينا لكم أخبار في غاية القوة والأهمية وكما ترون في هذا الخبر الذي يتحدث عن مجال الطاقة في الجزير واللي نشراته مجلة الطاقة هذه مجلة الطاقة متابعين الكرام تعتبر أحد أشهر وأقوى المجلات في العالم العربي والتي تعطيك كامل التفاصيل والإحصائيات المتعلقة بمجال الطاقة وتنشر هذا الخبر متابعينه بعنوان ارتفاع صادرات الجزير من النفطة في الربع الأول وهؤلاء أبرز المستوردين يعني متابعين الكرام في هذه المقالة راح نشوف مع بعض من هي الدول التي استوردت الغاز والنفطة بشكل كبير من الجزير منذ بداية سنة 2024 أيضا متابعين الكرام هذه المجلة كشفتنا صادرات الجزير في آخر ثلاث سنوات يعني من سنة 2022 وسنة 2023 إلى غاية 2024 يعني الموضوع مهم متابعين الكرام لأن هناك الجزير تشهد قفزة ممتازة لصادراتها في مجال الطاقة لسنة 2024 فابقوا معنا متابعين الكرام لمعرفات التفاصيل أما في خبر آخر متابعين هناك خبر مهم جدا يقول بأن هناك دول حول العالم تتبع خطوات الجزير فيما يخص بحملة المقاطعات المنتجات الغربية التي تدعم أكيان كما تعلمون متابعين قامت الجزير مؤخرا بغلق محل KFC الأمريكي الذي يقدم مأكولة سريعة في أول ثلاثة أيام من افتتاحه في الجزير وهذا الخبر متابعين غطت عدة قنوات ومواقع عالمية المتابعين الكرام هناك عدة دول تحذو حذوات الجزير وتقوم بغلق الآلاف من هذه المحلات في بلدانهم والناس اللي رأي تقول بأن حملة المقاطعة ليست نجحة أنتم مخطئون لأنه بعد شوي رح نوريكم خبر من مصدر الموثوق أن هناك دولة مسلمة تغلق آلاف من هذه المحلات فابقوا معنا متابعين الكرام لمعرفة التفاصيل أيضا متابعين لدينا لكم في الأخبار خبر قوي جدا يصدم المغرب بشكل كبير حيث أن هناك مجلة أمريكية معروفة متابعين الكرام مختصة في شأن العسكري والسياسي تنشر خبر حول الجيش الجزيري وتقول بأن الجيش الجزيري قادر على أن يبيد الجيش المغربي خلال ساعات فقط لأن الترسانة الجيش الجزيري حاليا تعتبر أقوى بكثير وأن الجيش الجزيري لديه تنوع أكثر من ناحية السلاح يعني هناك غواصات وهناك صوريخ بعيدة مدى وأنظمة للدفاع الجوي متطورة والتي لا يمتلكها الجيش المغربي هذا حسب المجلة الأمريكية متابعين واللي رح نعرضها عليكم بعد قليل المتابعين نحن لا نريد حرب مع أي دولة لأن الحرب فيها عواقب وخيمة وتؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول ولكن القاعدة الجزيرية معروفة وثابتة يعني تتعدى حدودك ينتهي وجودك هذه قاعدة الجزيرة وهي خط أحمر ونحن متابعين الكرام سننقل لكم الأخبار كما هي وبعد قليل رح نشوف ماذا قالت المجلة الأمريكية بخصوص هذا الموضوع بالإضافة متابعين وفي الأخبار رح نشوف أخبار متنوعة وحصريات تحدث الآن في العالم وفي الجزيرة لذلك ابقوا معنا متابعين لأن الأخبار مهمة وفيها تفاصيل قوية كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل قبل أن نفعل ذلك من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ومن دون إضافة متابعين الكرام دعونا نبدأ في التفاصيل في تفاصيل الأخبار لدينا متابعين كما تشاهدون مطعم KFC تغلق أكثر من 100 فرع في ماليزيا بسبب المقاطعة التي واجهتها على خلفية العدوان الاحتلالي على غزة وفق صحيفة ستريت تايمز الصنغافورية يعني متابعين بخصوص هذا الموضوع كانت الجزيرة أول من أغلقت مطعم KFC لها في الجزيرة وبعد افتتاحه بثلاثة أيام فقط يعني خرجوا هناك أبواق معادية للجزيرة تقول بأن هذا الإنجاز هو مجرد شئعات وتقول متابعين الكرام أن هذا مطعم KFC الذي تم افتتاحه في الجزيرة مزور ولكن هذا KFC ليس مزيف وأنا جبتكم الدليل متابعين من عدة مقالات ومواقع تكلمت عن هذا الموضوع يعني هناك صحيفة القدس العربي تقول غرق أول مطعم KFC في الجزيرة بعد ثلاثة أيام من افتتاحه بسبب احتجاجات شعبية أيضا متابعين هناك الجزيرة قال تكلمت عن هذا الموضوع وقالت الجزيريون ينجحون بإزالة شعار مطعم كينتاكي وهذا ردا متابعين على الشئعات التي تقول بأن هذا المطعم الذي تم افتتاحه في الجزيرة مزيف أما في خبر آخر متابعين هناك مجلة أمريكية مشورة جدا تكتب في مقالاتها وتقول فيه لو نشبت الحرب بين الجزيرة والمغرب فإن سرعة الضربات الجزيرة ضد المغرب ستقضي على كل مخصونه العسكري الحيوي في 6 ساعات يعني تخيلوا متابعينها كما على بقم الولايات المتحدة الأمريكية لديها أقوى جيش في العالم وتقول وهي خابرة جدا في المسائل العسكرية والسياسية وتحلل وتقول بأن الجيش الجزيري قادر على أن يستنفذ جميع ذخائر الجيش المغربي خلال 6 ساعات فقط وهذا تفصيل متابعين في غاية الأهمية لأن الجيش المغربي لا يعرف القوى الحقيقية للجيش الجزيري تقول متابعين المقال بأنه خلال 6 ساعات على أقصى تقدير بل إن المغرب سيصبح عاجزا عن الدفاع عن نفسه هذا المتابعين فيما يخص بالمقالة الأمريكية للنشراته حول الجيش الجزيري وقدراته مقارنة بالجيش المغربي أما في خبر آخر متابعين هناك في المملكة العربية السعودية شاهدوا ما يحدث في المملكة العربية السعودية من فيضانات ومن كوارثة طبيعية السيول تشتاح المدينة المنورة الآن متابعين الكرام كما هو موضح في هذا الفيديو هناك فيديو آخر متابعين ومن زاوية أخرى في المدينة المنورة فنسأل الله أن يحفظ إخواننا في المملكة العربية السعودية ويحفظ جميع المسلمين حول العالم في آخر التطورات المتابعين فيما يخص بالقوات الجوية الجزيرية متابعين الكرام كما تشاهدون في هذا الفيديو أطقم طائرة إطفاء الحلعق برف بي 200 تواصل تدريب المكثف بسد بني هارون في ولاية ميلة من أجل إطفاء الحلعق ومن أجل أن تكون القوات الجوية الجزيرة جاهزة في فصل الصيف أما في الأخبار الرياضية متابعين كما تشاهدون في هذه الصورة بطولة دريم نيشنز كاب تتويج المنتخب الجزيري باللقب مشوار المنتخب الجزيري في الدورة متابعين فاز المنتخب الجزيري على المكسيك 8-0 ثم تأهل إلى الدور التالي وفاز على أرمينيا بأربعة ثلاثة ثم فاز على كندا بأربعة ثلاثة وفي النهائي متابعين واجه المنتخب الجزيري المنتخب الأرميني وقد فاز بسبعة مقابلة ستة في النهائي فمبروك للمنتخب الجزيري والمزيد من النجاحات في رياضة الجزيرية إن شاء الله والآن متابعين كرام دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر دعونا نعرف ما قالتهم جلة التقع فيما يخص بارتفاع صادرات الجزائر من النفط في الربع الأول حيث متابعين كما تشاهدون في هذا الجدول الذي يوضح صادرات الجزائر من النفط الخام والمكثفات في الربع الأول من سنة 2024 و2023 و2022 حيث ارتفعت صادرات الجزائر من النفط الخام والمكثفات خلال الربع الأول من سنة 2024 بنسبة 2% تقريبا على أساس السنوي مع استحواذ الدول الأوروبية على غالبية الشحنات وفق بيانات حديثة جمعتها وحدة أبحاث الطاقة وبلغ المتوسط صادرات النفط الجزائري 34.97 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس أدار 2024 مقابل 223.68 ألف برميل يوميا خلال المدة نفسها من سنة 2023 وعند المقارنة مع أرقام الرابع الأول من عام 2022 البالغة 227.83 ألف برميل يوميا فإن صادرات الجزائر من النفط الخام والمكثفات تعد مرتفعة بنسبة 0.7% أو ما يعادل أكثر من 3000 برميل يوميا وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة ومقرها في واشنطن